كيلومتر السيارة كانت في أحسن حال وما تعاني من أي مشاكل لكن مؤخراً أطلاحظ فيها ثلاث أمور سيارة صار فيها في البنزين وطلاحظ فيها عدم انتظام في عداد الـ RPM يعني أحياناً تحس المكينة تهتز خصوصاً والسيارة واقفة ونورت فيها لمبتل check engine اليوم حوريك كيف ممكن تفحص أي سيارة بجهاز صغير تركب فيها وعن طريق application تحمله على جوالك هتقدر تعرف مصدر المشكلة فين وتحلها بنفسك وحتى لو كنت حتود سيارتك لمهندس أو للشركة على أقل حيكون عندك فكرة إيش حاصل في سيارتك بس بدايةً أبغى أقول لك على معلومة صغيرة انت غالباً عارفة السيارة الحديثة كل شي فيها بيشتغل عن طريق كمبيوترات صغيرة تحديداً تسمى modules على حسب موديل وفئة السيارة حيكون فيها من 20 إلى 100 موديول منها الـ SRS Module اللي بيفتح الوسائد الهوائية ويشد الحزام على الركاب وقت الحادث لا قدر الله وفيه موديول الجرابوكس يراقب حرارة القير ويتابع مستوى زيادة القير ويأخر التنمير لما تحط السيارة فوضع لسبورت مثلاً وموديول لأنظمة الفرامل الـ ABS Module اللي يتحكم في منع الإنغلاق ومنع الإنزلاق حتى شاشة المعلومات الوسطية والمكيف لهم موديول مختلفة ولو كان الكرسي في سيارتك كهربائي وفيه ذاكرة فمعنى أنه بيشتغل عن طريق موديول والمحرك له موديول خاص فيه اسمه ECM وكل ما زارت التقنية في السيارة زاد عدد الموديول هذه الكمبيوترات الصغيرة تتحكم في أداء كل وظائف السيارة عن طريق 100 إلى 400 حساس أو سنسور حتلاقيها في الدركسون جوة المحرك في الشكمان في المكيف في الكفرات وفي كل مكان في السيارة الضروري تعرف اليوم أنه في حال هذه الموديول أو الحساسات اكتشفت أي مشكلة في السيارة أو حتى لو الموديول والحساسات نفسها كان فيها عطل حتطلع لك إما لمبة إصلاح المحرك أو أي لمبة تحذيرية أخرى فعشان تعرف مصدر المشكلة اللي طلعت لك أي لمبة الطبلون تحتاج جهاز زي هذا هذا الجهاز تحديداً أنا أستخدمه من ثلاث سنوات وحقيقة من أفضل الأجهزة اللي في السوق اسمه Blue Driver بيشتغل عن طريق أبليكيشن بتحمله من الأبل أو البلاي ستور الجهاز تصميم كنادي وتصنيع صيني هذا الجهاز بيشتغل مع كل السيارات من سنة 1996 وانت طالع والسبب في هذه السنة تحديداً أنه مخرج اسمه OBD يصار شرط قياسي في كل السيارات من سنة 96 جوة العلبة حتلاقي ورقة فيها شرح كيف تستخدم الجهاز وفيه استكار باسم الشركة الجهاز حجمه جداً صغير وما فيه أي أزرار مجرد بتركبه في مكانه وبيشتغل في رأيي العب الوحيد في هذا الجهاز هو سعره سعره حوالي 400 ريال ومقارنة في أجهزة مماثلة يعتبر مرتفع شوية لكن بصفة عامة أجهزة قراءة OBD متشابهة في الفكرة بس الاختلاف في الابليكيشن اللي تربط مع الجهاز الابليكيشن مع هذا الجهاز جداً رائع وفيه تحديثات مستمرة وحنشوفه بعد شوية وفي كل الأحوار رح ترك روابط لهذا الجهاز والأجهزة أرخص منه تحت في الوصف إن شاء الله مكان مخرج ال OBD يختلف من سيارة لسيارة لكن في الغالب حتلاقيه أسفل الطبلون من جهة السائق هذا شكل المخرج وحيكون فيه بروز في الجهاز حتوازنه مع البروز اللي في مخرج